موسيقى وهذا هو السؤال المصيري ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية وهذا هو السؤال فعلا المصيري اللي بترتبط حياة الإنسان ومصير الإنسان وأبدية الإنسان بيرتبط كله في هذا السؤال بالنسبة للمسيح جواب المسيح كان شافي وافي وكافي أيضا لاحظ أن هذا الشاب كان مؤدب كان محترم كان خلوقي يعني عنده أخلاقيات حلوة مكتوب ركدة لما أحد يجي ركاض ليسوع المسيح هذا يعبر عن مدى اشتياقه مدى حبه ومدى أهمية الموضوع لأنه واضح أنه معذب داخليا فيه شيء كأنه ناقصه في الحياة الداخلية أنه أن يأتي إركاض إلى يسوع بعدين مش بس أجر إركاض ولما وصل لعند يسوع بحسب بشارة مرقص وجثة جثة يعني كان مخلص في سؤاله وكان يعني بكل بساطة كان بحاول الاقتراب من الله واضح أنه كان بيرغب إلى سلام داخلي عميق جدا في حياته فلو حبيت ألخص الموضوع اللي قرأته أنه في واحد معذب داخليا رغم أنه عم بيعمل كل يعني الإمكانيات لما سأله عن حفظ الوصايا قال له منذ حداثتي وانا طفل صغير حفظت حافظ عن ظهر قلب حافظ عن غيب وواضح أنه عاوز جواب من يسوع المسيح لأنه هذا سؤال الأجيال يعني فكرة هذا السؤال مش بس في العهد القديم ولا في العهد الجديد حتى من أيام المصريين القدماء الإنسان عم بيبحث عن الحياة الأبدية وما بعد الحياة يعني الحياة ما بعد الموت وحتى بتشوف أنه بحال ما بيصير إنسان فرعون يعني ملك على مصر أول شيء بيبتدي يعمل عشان يخلط طبعا اسمه ونفس الوقت هو عبارة عن قبر الأهرام وبيحاولوا يستجمعوا الذهب والأكل والأسلحة لأنه يؤمنوا بالحياة ما بعد الموت ألم يقل في سفر الجامعة وجعل الأبدية في قلبهم فإذا الإنسان منذ القديم عنده هذا البحث عنده هذا الجوع عنده هذا الطلب عنده هذا السؤال عم بيدور على شيء وكم من الناس المعزبة اللي بتحاول يعني ترضي ضميرها وبإخلاص بتحاول ترضي الله بشتى الوسائل ولكن السؤال كيف يرضى الله وما هي الحالة اللي بتوصلني إنه فعلا الله راضي علي راضي علي مش ناكرني ولا إنه رح يبعتني على جهنم اشتركوا في القناة